السلام عليكم اهلان وسهلان ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو كنتمنا تكونوا دائما بخير على خير وفي احسن الاحوال شكرا لكم بزاف على تعليقات الرائعة اللي كتفرح وشكرا للناس اللي كيجربوا الوصفات وكرجعوا باش يقولوا لنا النتيجة اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير هاد الميني بطبوت بطريقة ناجحة باش كيجينا من فوخ وخاوي من الداخل باش نقدروا نعمرو كيما بغينا كيجي واحد البطبوت اللي كيهز الحشوة وخفيف وعجين صراحة اكتر من رائع بدقيق القمح الكامل وبالفينو انا عمرتوا بحشوة باردة ونمشيوا على بركة الله نشوفوا المقادير والطريقة عندي هنا دقيق القمح الكامل درد زلافة ونص بهديك الزلافة صغيرة وراه ماشي كبيرة نشو ما غاديروا على حساب القيس ديالكم وهنا عندي زلافة ديال الفينو بخو الى ما كانش عندكم او ما بغيتوش تستعمله فديروا فينو يكون من نوعية جيدة او ممكن تديرو الدقيق الابيض بالنسبة للقمح الكامل اللي خدمت به انا هو هادا الاسقان ولي كنصحكم به ماشي اشهار فانا شريته غير عجبني شريته دباجوج ديال المرات صراحة زوين وكيجي مسمد وكيشرب الماء ما كيجيش ما فيهش الخيط يعني فيها الخيط وكيجي الخبز والبطبوت ديالو زوينين عندي هني معلقة مع مراش ديال خميرة الخبز الجافة غندوب هف شوية ديال المدافي هاد البطبوت انا من اللي عجنتو كان الجو بقي شوية بارد دبال الجو دافي تقدرو تعجنو البطبوت ديالكم غير بالمامن روبيني على حساب الجو صفي كان ندوبو هديك الخميرة مزيان وغادي نضيفوها على الدقيق ونبدو نجمعو بماء على حساب الجو إلا كالجو بارد ديرو المدافي كان نضيفو الماء بشوية بشوية حتى كتجمع العجينة في اللول ما كان عطوهاش الماء بزاف من اللول يعني كان خليوها مازالة محتاجة الماء وكان بدو ندلكوها وكان رشوها بالماء بغينا واحد العجين نرطب ولكن ما يكونش جاري وهنا النصيحة اللي غا نعطي المبتدئات فما تطلقوش العجينة بزاف باش يسهل عليكم انكم تهزوه البطبوت بلا ما يضيفو رماليكم ماليس بغيو تطيبوه المحترفة زرا ما نخافش عليكم مول فين ما شي مشكل انا خليت هاد العجينة كتلسق شوية باليد فكن نضيف الماء كي ما كتشوفوه وكندلك حتى كنحصلوه على واحد العجينة اللي يرتبه ومدلوه كمزيان ما تقولوش القمح ما كيبغيش الدليك اللي راي لدلكناه كيجي البطبوت ديالو زوين وحتى الخبز مهم احنا كندلكوه وحنا كنرشوه الماء حتى كنوصلوه القيس ديال الماء اللي بغينا وخاص العجينة ندير هاد الصوت يعني اقترتق مزيان صافي هنية بعد ما دلكات العجينة هاد هو القوام ديالها كي ما كتشوفوه المو بتدي اتردو البال ما ترخفوش العجينة بزيف باش متغلبو عليها صافي هنا غادي نخليها تخمر غير واحد عشرة ديال دقايق ماشي بزيف غير شوية ومن بعد غادي نقرسها انا بعد المرات كنقرسها مباشرة صراحة غالبا كنقرسها مباشرة ما كنخليهاش تخمر غير هوي لخليتوها خمرات كيجي هاد البطبوت خفيف اكتر هنا رشيت شوية ديال دقيق ديال القمح الكامل في القصرية وكنحط فيه العجين رشو بشوية ديال دقيق من الفوق قعد نغطيه بمين ديال باش ما يلسقش لنا عليه هنا كنعطيه تفاصيل ديال التفاصيل المو بتدي ات باش ما يوقع حتى مشكيل صافي كنخليوها غير واحد عشرة ديال دقيق وغادي رجعو باش نقرسوها كرشو دقيق ديال القمح وغادي ناخدو العجين كن انا كن في الزق اي ديال بالماء بغيتو الدهنو يديكم بالزيت دهنوهم لان العجين كيكون شوية كيلسق صافي درت الماء فيه ديال وكن ديقازي هاد العجينة يعني نفشها من هادك الهواء اللي فيها كيما كتشوفو كندير الماء فيه ديال وكنبدأ نقطع هالكويرات صغي ورين على حسب القيس ديال البطبوت اللي بغيتو صافي غادي نقطع العجين كله والقطع اللي بقت غادي نديرو لي هاته هي نفس الطريق ممكن تخليهم واحد شوية يرتاحو انا الكيمية عندي شوية كتيرة فعلا ما كملت اللولة راسافرها هرتاحت كن بدأ نقرسها كيما كتشوفو بالمدلك كرشو الدقيق ديال القمح الكامل غير القياس انا هاد دقيقرة ما غربلتوش خدمت بيه كلو منو خالة ديالو صافي ما تكونش شرقيقة بزيف وما تكونش غليضة غنشوفو واحدة اخرى المدلك يساعدنا ان ضغيات 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 كننقرسوها سافي وغنبقى غادا حت نكمل الكيمية لي عندي كلها كنحطوهم فوق مينديل وغادي نخليهم يخمروا مرة واحدة اخرى كنغطيوا البطبوت ديالنا بعدما كنكملوا وكنخليهم يخمروا غير شوية ماشي بزيف البطبوت ما كيبغيش يخمر بزيف غير يباليكم بدأوا وجيين طالعين صافي كنبدأوا نطيبوهم يعني علما كتكونوا نضفتوا المكان اللي خدمتوا بيه وسخنتوا المقلع كتقدروا انكم نطيبوهم هنا انا درت الكيمية اللولى وفرجت 8 ديل ودرت الكيمية الثانية فوق منها وغادي نبدأ نطيب كنسخنوا مقلع انا هنا درت مقلع اللي عندها الجناب فشوية عدباتني كتحرق هادوك الجناب كيحرقوا لي الدين فحولت هناي المقلع اللي كتعجبني نطيب فالي هي هادي كنسخنوا المقلع مزيان وكنحطوا البطبوت على الجيه اللولى النار شوية عالية كنخليوه غير يبالي كن بدك يتنفخ سفيو نقلبو الجيهات الثانية ما تتعطلوش عليه لانا يلا خليناها تنفخ بززاف العجينا كتقطع وكي بدك تنفس كتخرج هاداك الهواء ما كتنفخش لينا مزيان سفي كما كتشوفو كنبقى نقلبوها الجيهاتين بجوج وكندورو البطبوتة باش كتتحمر لينا مقادة وباش كتنفخ وهنا من اللي كيتنفخ كتضغطو عليه بشي حاجة باش كيتحمر كله يعني مايبقاش محمر غير من سنتر او الوسطة دي البطبوت ومن اللي تضغطوه ماشي بزاف غير شوية باش منفشوش هاداك البطبوت يقداري يلا تضغطوه بزاف يلسق يعني تولي طبقة لاسقا مع طبقة سفي كنخليو بحلهك منفوخ يبرد بحلهك باش كيبقى محافظ على الفورمة ديالو كيهزلينا الحوشوة غنشوفو كيمية واحد اخرى كنحطوه على الجيهة الليولا النار شوية عالية وكنخليهم غير يبنيو ليكم بدو كيتنفخو سفي كنقلبوهم مباشرة والبطبوتة ما تقيسوهاش حتى تشد راسها عاد كنبدو ندوروها او نقلبوها بيدينا فرد غيه ضغيه كيتنفخ بطبوت اللي ناجح غير اجربوه كيجي اكتر من رائع وسهل كيم ما شفتو ما فيهش ما فيهش تعقيدات سافي بعد ما كيتنفخ كله وكنضغطو عليه بشي حاجة بحلاكة وكنخليه ياخد واحد اللون ذهبي هنا ممكن تنقصو واحد شوية البوطة وتكملو بشي تحمر ما يتحرقش يعني ياخد لون زوين سافي حتى نكملو الكيمياء كلها اللي عندنا شوفوا البطبوت كي يجي وراه كلك يجي من فوخ غير الى درتو كيمياء كثيرة ديال البطبوت ما تقرسوش كل شي دقة واحدة باش ما يخمرش ليكم وانتو ما ما زالك تطيبو او ممكن تديرو جوج مقالي او ثلاثة باش تغلبو عليه الى قرستوها كله سافي كان بقاو غادي نحتى نكملو الكيمياء كلها ونمشي ونحضرو الحشوة انا هاد البطبوت حضرتو صورتو ليكم فنهار ما قدرتش نصور الحشوة وعاوت عاوتو فنهار اخر اللي صورت فيه غير الحشوة هانتو مشكل ديالو كي تيجي هنا بعد ما كملت الكيمياء كلها انا غندير غير حشوة باردة يعني غادي نعمروه بواحد لاسالات ممكن تعمروه باللي بغيتو شوفو كي تيجي من الداخل فالبطبوت الى ما تنفخش ما كيهزش لينا الحشوة مزيان هادا غادي هز واحد الكيمياء اللي مهم ما ديال الحشوة وكي يجي كي الشهدة من الداخل كي ما كتشوفوه وبالنسبة للحشوة انا استعملت شوية ديال الخص حبة ديال الافوكا بروكولي خيارة وبوطة ديال طون بالزيت وعلبة ديال مايس هادا هم المكونات وشوية ديال الملحة والبزار والمايونيز على حسب توق دياله ديالكم او ممكن تديروا اي سلصة شو ما معتمدينها بالنسبة للبروكولي كننغليه المامعة شوية ديال الملحة وكننزلو فيه البروكولي واحد خمسة ديال دقايق تقريبا او اكتر شوية من بعد كنصفيوه مباشرة كننزلوه في ما بارد من تلاجب الى بغيتو يبقى محافظ على اللون الخضر دياله سافيك انا نضيفو المكونات كلها اللي قطعناه الافوكال خيار الطون حتى هو غادي نفتوه الماييس وغا نضيف معهم شوية ديال الملحة حسب الضوك انا الطون خليت فيه شوية ديال الزيت محيتوش كله وغا نضيفو واحد المعلقة او جوج ديال المايونيز والملحة والبزار سافي هدو هم المكونات تقدروا تزيدو جزار محكوكي لبغيتو بيد مسلوق يعني على حسب اللي موجود عندكم ممكن تديرو سافيك نعمروا البطبوط ديالنا وبصحة وراحة وهذا هو الشكل النهائي ديال طبق ديال اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة ويدنية